من القاهرة معي الدكتور محمد شاكل المتحدث باسم قوات النخبة السورية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور محمد نحن كنا قد تحدثنا قبل قليل عن استراتيجية هذا الموقع تحدثنا بأنه طبعا على نهر الفرات قرب الحدود العراقية وهذا ما يشكل ما يجعله هدفا وموقع نزاع بين أطراف صراع السوري باختصار لو أيضا تحدثنا عن أبرز ما يجعل دير الزور موقع النزاع بداية مساء الخير وأهلا بك أهلا وسهلا بالتأكيد الآن دير الزور هي محط صراع جميع القوى الموجودة على الأرض لسبب وحيد أن أهم هذه الأسباب هو أن الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي نفسه إلى الآن لا يعرف من الذي سيعمله في الرقة حتى يتكهن من الذي سيعمله في دير الزور لذلك حتى توقف العمليات في الرقة أو بطئة الآن تدور في فلك من سيدير الرقة لم يتفق حتى هذه اللحظة من سيدير الرقة يعني تعرف هناك استقطابات حد بين العرب بين الكورد بين أيضا إقليمية سواء بالتركية والخلافات والمولايات المتحدة الأمريكية والرقة لم تتبه الوروات يرجع بموضوع دير الزور ما أكثر ما كدير الزور بعيدا عن الرقة كدير الزور ما الذي يجعلها بهذه الأهمية كعنوين رئيسية وبداية استراتيجية أمريكا نتحدث طبعا عن مغاوير الثورة وهذا تشكيل اتلاق المعركة من الشداد طبعا أهمية دير الزور هي دير الزور أولا سلة الغذاء في سوريا يعني الاقتصاد السورية تركز في دير الزور هي سلة الغذاء في سوريا وتوجد أيضا أبار النفط يعني حقل العمر وحده كان يضخ 450 ألف برميل باليوم ما يقارب نصف مليون برميل إذن تصبح مسألة دير الزور حيوية لجميع القوى لذلك يبدو أن القوى تحاول أو الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجد صيغة وافقية تتناسب مع العملية السياسية القادمة في سوريا تعرف الآن نحن نمر الآن بمرحلة مناطق خف التوتر يعني انتفاقيات خف التوتر في عموم سوريا من أجل إقامة إدارات محلية هذه الإدارات المحلية ستديرها المعارضة حسب أستانا وحسب اتفاقيات التجارة مؤخرا لذلك ربما قد تدير المعارضة هذه دير الزور وتختلف عن غيرها من أماكن الهدن بحيث يكون للنظام بما أننا نعمل من أجل عملية سياسية لعموم سوريا ربما سيكون لنظام حصة اقتصادية وربما يكون للمعارضة أيضا حصة أمنية وإدارة محلية خلال مدينة وعلى هذا الأساس أصبحت دير الزور حالة توافقية تحتاج إلى البتس مرهونة باتفاقيات الهدنة التي تجرى الآن مرهونة بالقرار 2254 وآليات تنفيذه الآن القرار 2254 دعني أقول لك بدأ يضع قدمه على السكة وبدأت الأزمة السورية وبدأت كثير من أطراف تفهم القرار 2254 الذي لم يتضمن مسألة الحكم ولكن تضمن وقف الأعمال القتالية وتجميد بالمكان وهدن على أساس أستانة لذلك سيصار إلى وضع دير الزور في إطار هذه العملية السياسية وفي إطار هذه الخطة طبعا النظام يحاول قدر الإمكان أن يجد له قدم في دير الزور وأنت تعرف الآن هو تحرك من عدة محاور من المحور الأوسط من التدمر والبادية ومن المحور الشمالي الغربي تجاه الرصافة ومن الجنوب الغربي أيضا المتلثة بحدود وأيضا في شرق شمال بجنوب الحسكة إلى معدان إذن يبدو أن عين النظام أيضا الأكثر تتجه نحو دير الزور إذا لم يكن محكوما بمناطق الغطاء الأمريكي التي ستفرض رؤيتها حسب التوافق الروسي الأمريكي في العملية السياسية في سوريا عمليا على الأرض مقبول أو الأقرب إلى التحقيق الطرح الذي قلته دكتور محمد أنه أن يكون هناك حصة للنظام وحصة للمعارضة بدير الزور وما السيناريوهات الأخرى التي نتحدث عنها هنا طبعا هناك عدة سيناريوهات يعني الآن تعرف قوات النظام وصلت إلى السخنة وعندما نقول أنها وصلت إلى السخنة يعني أصبحت يعني إذا أقول لك حتى الولايات المتحدة الأمريكية مناطق الغطاء الأمريكي يعني منعت بعض القوى العاملة تحتها كأسود الشرقية أو مغاوير الثورة يعني منعتهم من التطرق للنظام لماذا؟ لأنه بحجة أن نحن نحارب داعش وتحارف دولي ضد داعش وهي المسألة أعتقد ليست هكذا ربما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخلق حالة من التوافقية بين القوى المتصارعة لذلك تقدم النظام باتجاه السخنة إذن هذا احتمال حصار دير الزور عن طريقة السخنة ولكن أعتقد المسألة صعبة جدا لأن المنطقة هي منطقة صحراوية ومنطقة وعرة ومن الصعب تغطيتها بسهولة بس هي فعلا الولايات المتحدة لا تريدهم أن يتواجهوا مع النظام حتى هذا مرتبط بموضوع الأسلحة التي توفرها طبعا لا يريدون أن يشتمكن مع النظام لأسباب كثيرة الولايات المتحدة الأمريكية تدير الآن عملية سياسية ولا تدير عملية عسكرية فقط على الأرض لذلك من مصلحتها أن تقيم نوع من التوازن على الأرض يحقق ما تريده الولايات المتحدة أو التوفق الروس الأمريكي في العملية السياسية أما مسألة دخول النظام إلى دير الزور فأعتقد هي مسألة صعبة لماذا؟ لأن هذا أيضا يهدد الاستراتيجية الأمريكية أو الرؤية الأمريكية في سوريا لأنه إذا دخلت قوات النظام إلى دير الزور هذا يعني تحقق الكريدور الإيراني الممتد من العراق فالبو كمال دير الزور البادية فالمتوسط وهذا أمر تعمل عليه الدولتان العظميان سويا سواء الولايات المتحدة أو روسيا لتجل تقليص الدور الإيراني بدير الزور شكرا لك دكتور محمد شاكر متعدد باسم قوات نخبة سوريا من القاهرة شكرا دكتور محمد